قالت الهيئة العامة للبيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور تلاقيها بلاغا بوجود تلوث مقابل ميناء شويخ وأشارت في بيان أنها اتصلت مع المسؤولين والمعنيين في مؤسسة الموانئ لمعرفة مصدر التلوث ونوعه مؤكدة قيام زوارق الهيئة بأخذ عينات مياه من المنطقة المبلغ عنها حيث أشارت الملاحظات الأولية بحسب الهيئة إلى وجود ظاهرة بحرية بازدهار الطحالب وعدم وجود تلوث بالزيت مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحاليل العينات للتأكد من طبيعة ونوعية هذه الظاهرة